موسيقى لو تتذكروا اهتمينا بهذه القضية وهي قطع كف أحد المواطنين بالسيف من قبل أحد الأشخاص اللي صاح لا إله إلا الله هنا تعاملنا مع القضية وكأنه في دويلات داخل الدولة هناك من يعتقدون أنهم يطبقون حدود الله بهذا الشكل كان فيه خلاف على قضية سرقة موبايل وجابوا أحمد طارق وقطعوا كفه بالشكل الوحشي الذي تابعناه جميعا والكف بقى كانت أسرته بتجري بيها وبيه على المستشفى علشان يعملوله العملية بعدها دخل أحمد طارق للمستشفى ولم نتمكن من مقابلته خاصة كمان أنه يعني الجهات الأمنية كانت يعني فرضت عليه طوقا أمنيا على اعتبار القضية مخيفة يعني أنه هل نوصل لحد أنه يستخدم البعض السيف بهذا الشكل ويطبق حدا حسب ما يعتقد أحمد طارق معنا بعد خروجه من المستشفى قلنا عشان نكمل القضية لازم نسمع منه بسرعة إيه اللي حصل أنا عارف معاناته الصحية يا أحمد أهلا بيك أهلا بيك يا فن الحمد لله على السلام الله يسلمك أنت عملت العملية في إيديك مش كده؟ عادت إيديك في المستشفى عادت عشرين يوم عشرين يوم هنا خدوا الكاف اللي تم قطعها وعملوا لك العملية أهو طيب بس يعني حتى الآن إن شاء الله ربنا يشفيك بالكامل يعني صوابعك ما تحركتش لسه نا لسه لسه طيب أحمد أنا بيهمني في قضيتك حكتين يعني يعني الجزء المتعلق بالقضية بدأت إزاي ونشأت إزاي والخلافات وسرقة ولا مش سرقة ده اللي النيابة بتحقق فيها لكن الجزء المهم جدا إنه في حد يرفع صيف كده ويقول لا إله إلا الله ويعتقد إنه يطبق حدا من حدود الله وإقطعه الكاف هل هل ده ده حصل معاك حصل بالزبط اه إيه إيه اللي حصل قول قول قولي يعني خدوك إزاي وحطوا قضيك على إيه لأ أمنا ده هو واحد ما عرفوش ندع علي أه فوالدتي قالت لي كلم يا أحمد في حد بين ده عليك فأنا خرقت بصيت من الشباك فقال لي كلم عمي سايد عايزك خرقت من باب البيت عم سايد ده أنا كنت بقى تبرزوا يا أخوات كبير ما عرفش حاجة ما عرفش إن أخويا أصلا عمل الكلام دوت ولا عرفش إنهم متهمينه في سرقة موبايل أو حاجة ما عرفش خرقت من باب البيت لقيت كلهم فوش أربعة أفراد فبقوله في إيه عم سايد أربعة أخوات ولا أولاد عمومة ولا أتنين أخوات واتنين أولاد عام أه فبقوله في إيه عم سايد قال لي قال لي إحنا عايزين التليفون إلا أخوك قدو كده قلت له أنا معرفش حاجة عن التليفون وأنا معيش أديك حاجة لتحت البيت؟ عندي البيت عندنا بالزبط أه قدام البيت قدام البيت أه قال لي ما لك ديب حق التليفون دلوقتي لاخد إيه لك مكان التليفون أه قلت له إزاي تاخد إيه لي لقيتهم قال لي هوريك لقيتهم كتفوني مم تلت تلت نفار كتفوني مسكوا إيدي واحد من ظهري والتاني مسك والتنين مسكوا إيدي مم الشمال وواحد اسمه وافي نزل على إيدي بسيف؟ بسيف بسيف لا إلا الله ونزل على إيدي ده يعني ده قطع الكف بالزبط كف كف بالزبط يعني هما مسكين إيديك هنا وهو قطع الكف كف بالزبط كف طار أول ضربة كف طار أنا بابص على إيدي ما لقيتش الكف باببص في الأرض ما شفتوش أنا جريت أنا ما شفتش الكف الناس اللي جات ورايا جايبين الكف في كيس جايبين الكف في إيديك في كيس في كيس جريت عن المشتشفى وأنت محسيتش بحاجة إلا الدم طالع منك كده الدم زي النفورة زي النفورة الدم أنا مش حاسس أنا حاسس اللي أنا بحلم أنا مصدوم روحت المشتشفى طيب لكن هو الراجل أنت كنت قلتلي هو يعني متدين بيعمل ده يعني معتقد كده أنه بينفس حد أيو هم عارفين إن هم جايين يعملوا كده يعني نية النية هم عارفين إن هم جايين يعملوا كده عارفين إن أخويا أخويا الكبير والدي كانوا في النيابة عند أخويا التاني اللي هوهم كانوا متهمينه بسرقة التليفون وما فيش ما كانش فيه غيري أنا ووالدتي اللي في البيت عارفين إلا أنا لوحدي السنة كنت لسه صاحب فتعالوا ننفذ عليه الحد ده أيوه بالزبط كده ورفع السيف وقال لا إله إلا الله وقطع وقطع جريت إنت على المستشفى وهم حطوا كفك في كيز بعد كده وجابوا لك جم ورايا وأنا بجري أنا عمال عايط وأقول للناس حد يلحقني حد يلحقني واحد من عندنا من الشارع مسك جاب قماشا وروطها على إيدي جامل لشان يكتم الدم وركبت توك توك وعيل صغير عنده 16 سنة جي لقيته جاي معايا بالكيس الكيس في كيس في إدايا بالكيس كف بتاع إيدي في الكيس روح للمشتشفى السيد الله يكونش فعودك خلال ما أحد يشوف بينزف دمه كاف في إيده شايفه محطوط في كيس قدامه أنا ما بعرفش أنام من المنظر والله ما بعرف أنام ما بيفرقش عيني خالص ما أثر فيك نفسيا المنظر خالص والله العظيم ما بعرف أنام المنظر ما بيفرقش عيني أنا عايز حقي أنا كل اللي طالبه حقي هو منظر ما حدش يتحمله يعني لما الله يكون فعونك وانت بتقعد تسترجعه كده وتستعيده تاني يعني المشهد اللي حصل لك ده على طول هو في عيني على طول في عينك على طول السيف ده هو بيقطع بيفرقنيش على طول في عيني أنا مش عارف عامل إيه أنا عايز حقي طيب هم محبوسين دلوقتي طبعا محبوسين آيو طيب يعني ده الجوانب اللي بتهمنا في القضية دي وحقك طبعا انت حتاخده من خلال القانون ومن خلال القضاء بإذن الله بإذن الله لكن اللي يخوف يا جماعة اللي هو من يعتقد بإنه ينفذ حدا من حدود الله بهذا الشكل هي قضية سرقة يعني جتايم وأخوه فيها طيب ياخد حقه بالقانون إنما لا هتو نقطع الإيد وانتو عارفين مغزى يعني يعني قطع اليد يعني وهنا دويلات داخل الدولة والمسألة سواء بقى متعلقة بوازع ديني أو بوازع بلطجة ما هي في كل الأحوال اللي هو زي ما قلنا قبل كده إنه والله ده سرقني والله لقطع لقديه يعني ممكن ما يكونش ينطلق من وازع ديني ينطلق من وازع البلطجة لكن في كل الأحوال ده المشهد المخيف اللي انت بتقول ما بيفرقكش خالص ما فرقنيش الله العظيم ما بعرف أنا من منظر على طول في عيني وانت طبعا لسه صوابعك ما تحركتش شوية بعد ما عملوا العمليات اللي وصلوا بيها كفك تاني بالزراع يعني ايه لسه إن شاء الله هتقوم بالسلام إن شاء الله بإذن الله طيب أنا مش هتعبك يا أحمد علشان صحيا بس يعني دي شهادتك لللي حصل آآ وأنا بقعد أتخيل المشهد يعني مشهد مخيف لسيف كده يقطع كف حد وصاحبه يعني لا إله إلا الله وكأنه يعني يعتقد إنه بينتصر للإسلام كده هو بينتصر للبلطجة والتخلف بالشكل ده آآ في النيابة طبعا انت قلت الأقوال دي كلها آآ بالزبط وما حصلش مواجهة ما عملوا لكش مواجهة في النيابة للسياد لا تقولت أقوالك وخدوا أقواله آآ بالزبط كده طيب عايز تقول حاجة تانية في النهاية يا أحمد عايز توجيه رسالة لحد أنا عايز بس يعني كداء يجيب لي حقي موضوع ما يخلص كده أنا عايز الكداء يجيب لي حقي هو واقف معايا فعلا بس أنا عايزه يجيب لي حقي يفضل واقف معايا للآخر إن شاء الله مش عايز الموضوع يخلص سهل مش عايز كده لا مش هيخلص أنا مش عارف إيدي عمره ما هترجع زي الأول مش عارف أشتغل مش عارف أعمل حاجة في حياتي أنا عايز حقي بس إن شاء الله هتاخد حقك مع أنه يعني مهما قلنا له يعني ما فيش حاجة هتعيد له الوضع الطبيعي لإيده يعني ما يعني ربنا طبعا يشفيه وتبقى على الأقل يعني صحيا وطبيا يستطيع أن يستخدم الإيد إنما كمان المجتمع بيبقى له حق في هذه القضايا عشان ما تنتشرش لإنه اللي بيعمل كده ده بيحدث كثيرا إحنا شوفنا لو استعيد معاكم حدثة الزبح صاحب المحل القبط اللي بيبيع خمورا فواحد اعتقد يعني وقال أنا لو فتحات النيابة قال لو حصل لي لو تاني أنا هعمل فيه كده أهو دخل عليه ودبحه وهو معتقد بكده إنه بينتصر للإسلام يعني وقال أنا بنفذ الأمر بالمعروف وإنها يعني المنكر آآ وده في النهاية قاتل آآ وسواء بقى كان الوازع ديني أو مع حالة أحمد الوازع بلطجة اللي هو أنا هقطع له إيده آآ طالما إنه أخوه هم متهمينه بسرقة موبايل آآ أو وازع ديني لأنه بيقوله هوت إنه الراجل آآ آآ طلع السيف كده وقال لا إله إلا الله وقاطع يعني ما كنا بنشوف ده في الأفلام مشاكلة إحنا بدأنا لكم بيه المشهد اللي شفناه لما كنا بنشوف ده في الأفلام يعني آآ بتعتقدوا إنه خيال يعني إنما آهو شفتوا إنه بيحدث آآ حصل مع أحمد طارق وبيحصل مع ناس تانية كتير آآ والبعض يعتقد إنه بكده إنه إما بياخد حقه أو بينتصر آآ للإسلام وهو آآ يعني بلطجة وقتل آآ أحمد بشكرك وربنا يشفيك إن شاء الله بإذن الله شكرا ده الجزء اللي قلنا آحمد بعد ما خرج من المستشفى اللي يهمنا في هذه القضية إنه في حد يشهر سيفه لا إله إلا الله ويقطع كف أحد المواطنين ربنا يكون فقون أحمد هو بيقول أنا بنامشي ما هو طول ما هو نايم هيقعد يتخيل المشهد ده والمشهد بقى تخيله أن ما واحد كفه تقع قدامه يعني وهو قال حتى أنا ما شفتهاش بعد ما وقت على الأرض وجيري على المستشفى وجابه هاله بعد كده مشهد دموي يستحق أصحابه أكثر من مسألة ومحاسبة على اللي حصل ده واللي يخوفنا إنه في حد يعتقد كمان إنه بيقيم الحدود بهذا الشكل سواء بوازع بلطجة أو بوازع دين بعد الفصل قضية في غاية الأهمية اثنان من أعضاء مجلس الشعب يقترحان مجلس النواب يقترحان رسوم على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم القضاء على الإرهاب يعني إنه من الحلول للقضاء على الإرهاب ودخول بعض الشباب على مواقع داعشية متطرفة لا لما يبقى فيه دفع رسوم هو ده اللي يمكن إنه يخلي العائلات والأسر تحاسب أبنائها على دخوله ما يبقاش الدخول كده على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات عمال على بطال يعني هل ده منطقي وعملي حيكونوا معنا وحن نائش ده معاهم بعد الفصل